يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً حللت أهلاً ونزلت سهلاً معقولة معقولة أستاذ سيد العساوي عندنا بالمدرسة نوارت والله نوارت ده أنا أول ما عرفت ما حضرتك جيت جبت أستاذ محمود الوكيل بتاع المدرسة وجينا جاري جاري يا فندم نوارتني إزاك يا أبراهيب أهلاً أهلاً بيك بس يعني لم وأخذة يعني في السؤال ده يعني هو في حد بيجي يفتش يوم جمعة؟ ما أنت عارف أصلاً أنا صليت الجمعة وكنت متعود دايماً كل جمعة عدي على المرحوم والدي تعيش وتفتكر؟ لا هو مش متوفي وأنا بحب حتة الاستعطاف دي بس فكنت فاضي ومعنديش حاجة قلت أجي بقى أشوف قصة التطوير دي معاكم في التعليم إزاك يا أبراهيب؟ إزاك يا أستاذ تعالي على مكتبة لا والله ما تقول؟ على مكتبة لا تنظر المدرسة بقي صحي شوفوا يا جماعة الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم في منتهى الخطورة والموضوع بقى عاجل جداً الله أكبر وأنا شرفت بأن أنا أتبعها ونفذها في المدارس أنتوا طبعاً عارفين أن إحنا ترتبنا في التعليم 139 من إجمالي 140 دولة يعني المركز قبل الأخير وما فيش بعدين غير غنية بس وأنا هدفي أن إحنا نحافظ على المركز ده وما نخليش غنية تسبقنا أبداً أدهى وقدود يا ثاندي الرجل المناسب في المكان المناسب قل لي يا أستاذ محمود إيه أهم مشاكل بتواجهك في المدرسة؟ والله ما خبش عليك يا فندم هم كتير يعني مثلاً عدد الطلاب أكتر ملفسوه آه لا ما إحنا بقى إيه؟ ندي الولاد بقى جمعة وسبت أجازة والخميس نص يوم ونكربسهم كلهم لقام الدراسية ملحد للخميس ونقول الدنيا يا زحمة لا ما هم مش كده معلش؟ شوفوا يا جماعة خطة التطوير الجديدة المدارس بقت 24 ساعة 24 7 عارف ماكدونالد؟ ألاقي المدرسة دي بتشغي كده والطلبة فيها زي الفل مفهوم الكلام؟ ولا.. ولا أنتو عايزين خيني هتسبقنا؟ لا ما تقولش كده لا أنتو عايزين خيني هتسبقنا وأحضرتوني شكلكم وحبط ما يقدرش يا أستاذ سيد حد يسبقني بعدين تعالوا هنا هم العيال ليه ما بقوش يزواغوا زي الأول ويروقوا المدارس كده ويقللوا العدد ها؟ بيحاولوا يا فندم والله بيحاولوا بس إحنا حضرتك علينا الصور حبتين وكمان حطينا خوزيق اكمل العيال ما تمطش طبعا شوف يا إبراهيم أنا أم دايماً كت تقول لي يا سيد الممنوع مرغوب معقولة السيدة الوالدة هي اللي مقلفة الجملة الخطيرة دي يعصرت في وجدان يا أستاذ سيد ما تزدش يا إبراهيم هي بتستخدمها بس مش مقلفاها بغض النظر الشاهد العيال لما بينطم الصور بناطلهم بتتنتش وما بينبناش غير إن أهليهم الغلابة بيشتري لهم بناطيل تانية استفدنا إيه؟ إبراهيم شيل الخوزيق يا إبراهيم شيل الإبراهيم شيل الخوزيق يا إبراهيم اللي عاوز يتعلم أهلا وسهلا اللي مش عاوز يتعلم يتفوق إبراهيم شيل الخوزيق يا محمود والله يأسلوبكو كده بعد ذلك المعنى الولاد بيزواغهم يروحوا فيه يا على القهوة يا البلايستيشن يا مدرسة البنات يا فانت سهلة دي مش إحنا عندنا حش المدرسة حد بيعمل بيه حاجة؟ خالص! نقف في الروكنا كده ونعمل فيه سايبر ونجيب ترابيزة بليارد وطرابيزة بينج أعلى شوية برندات وكافيهات وماركات والدنيا تمشي حتى السناتر ولادنا ما يطلعوش بره احنا نجيب وحش الفيزيا وضيناسور الكيميا وتمساح الأحياء والبرمائيات دي كلها يبقوا معانا يبقى ابني لما يزوغ يبقى في حضني ما يبقاش ابني على كتفيه ودور عليه ولا دور عليه انت عارف حضرتك يا فاندم؟ انا قاريت على جوجل ان الطالب بره ممكن يذاكر في البيت عن طريق النت ويروح المدرسة يمتحن في الوقت اللي هو عايزه وفي المادة اللي هو بيحبه اه يعني سيادتك عايزنا نعمل ايه يعني دلوقتي؟ معلش؟ يعني احنا بقى نروح نركب العيال في البيوت رواتر ونجيب لهم تبالت ونقول له ذاكر يا حبيبي على مزاجك وقت ما انت عايز وشوفه النبي عايز تمتحن ايه ونقي بقى المادة اللي انت عايزها من المينيو بتاع الوزارة طب بقى لاش يا فاندم انا اقصد تطوير المناهج انا قاريت على جوجل ان هم بره طوروا فعلا التعليم يا ساترة ايوه عن طريق تحديث المناهج بس ومالها المناهج بتاعتنا اساس محمول مه؟ مالها المناهج بتاعتنا انت هتركب بقى الموجة بتاعت المناهج بتاعتنا ويعشة والكلام الفارغ ده؟ وانت لولا المناهج بتاعتنا كنت تعرفتي في حياتك ان في الحرب العواني ولدتوا طفلا ومن لبن المعامع قد سقيتوه كنت تعرف ده؟ ده انا بادوخ على لبن المعامع ده ما بلاقهوش في المناهج بتاعتنا موجود يا حبيبي موجود مالكم كفايانة بقى جلدا للذات يا جماعة كفاية لا كفايانة يا وست السيد فعلا لا لا انا انا احسس ان انتو عايزين غنية تسبحك لا 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 اهدى يا وست السيد اهدى يا وست السيد كده اهدى يا وست السيد كده انت بتتكلم عن ضرب المدرسين فهمتك احنا عملنا لجنة منبسقة من لجنة تطوير التعليم عملت اتفاقية استيراد مجموعة من سيوف الساموراي ايوا وهنعمل دورات تدريبية للمدرسين على الفنون القتالية وان شاء الله يكون في خبير مفرقعات مقيم معانا في المدرسة تمينتي فورسفين الله الله عليك يا وست السيد الله تعلم يا والد اتعلم اتعلم من التلبيب تلفيف مخه ايه ده يا وست السيد انت مخك سيم سيم يا ساس إبراهيم بقى قمتلك ما تزدش قوي كده دي حاجات بسيطة انتو بس والله اللي مش عايزين تتعابوا ولا تشغلوا دماغكم وشكلكم كده عايزين غنية تسمع ايه ده بقى والله عايزين غنيت انا حاسس بكده هم خوفوني في الوزارة وكد شفتها بعيني ايه 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 وقت ايلاقي المدرسة جميلة نظيفة واهم حاجة ايه ومتطورة يلا شوفكم على خير يا عنا يطلق منتايا من مكانك هو انت لسه عاد انت لسه عاد يا وساس سيد يا وساس سيد وعدوا طورنا طورنا اكتر طورنا يا وساس سيد معلش يا ابراهيم قصنا جايب شوية سمك ولسه اعدي على الفرن علشان اشويهم وكده وبعدها اونا وانا ماريش غيركم ده انا بطوركم انتو بس ده انا وراي هم ما يتلم ده انا لسه هروح على شرما سيب العيال واموهم ونشط السياحة وبعدها ارجع المحلة عشان ادعم الصناعة وبعدها هفوت على الشرقية اشقر على الفلاحة وبعدها مر على القنال اشقر على الملاحة اه هم هم اختبوت والله يا فاندي لا مش اختبوت ولا حاجة ده شوية سمك بول هنعدي على الفرن كده نشويهم وخلاص يلا بينا ايه استاذ سيد يعني عندي سؤال كده ولو فيها ساية ادب مني هو الاستاذ معاك في هيئة التطوير؟ لا ده مش من التطوير ده ده ايه؟ ده ارامي ابن اختي بينزل معايا كل جمعة يشيل معايا السام انا بقتش اقدرها مش انت مش غريب العظمة كبرت اجا مد مقدرش امشي مقدر ولا عاشين غنية تسبقني لا تسبقك لا اه مد انا بقى مش كده ولا تسبقش انت يلا يا جماعة انا كده اطمنت عليكم واقوعهم اجي في اي وقت الاقي غنية سباعتنا